سأتحدث عن استهداف جديد في منطقة الكحالي استهداف سيارة على ما يبدو التفاصيل أو المعلومات لا تزال أولية الأكيد أن هناك استهداف لسيارة النيران تشتعل بهذه السيارة هذه المنطقة بالتحديد هي ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها سيارة إنما في نفس المنطقة الكحالي كان هناك منذ أربعة أسابيع استهداف لسيارة كان يقودها شخص ومعه عائلته وتم استهدافها من مسيارة وكان الهدف هو سائق هذه السيارة اليوم أيضا في نفس المنطقة الجغرافية الكحالي قضاء بعبدة يتم استهداف سيارة جديدة بعد المعلومات الأولية تشير إلى إصابات ولكن سنعرف مع الوقت من هو المستهدف بهذه الغارة فيما يتعلق بالضحية الضحية تعيش هدوءا حذران ولو أن صحب الدخان تتصاعد من النقاط التي استهدفها بالأمس الجيش الإسرائيلي بعد تحذيرات لأربع نقاط هي في الحدث وحارة تحريك وفي أيضا برج البراجنة تشاهدين خلفي واحدة من النقاط التي تم استهدافها صحب الدخان لا تزال تتصاعد في هذه النقطة والجيش الإسرائيلي يقول بأنه استهدف أماكن تخزين وأسلحة أو وسائل قتالية لحزب الله في هذه النقاط التي استهدفها وأيضا كان هناك استهداف في الجناح ولكن لم يأتي بعد انذار على ما يبدو كان يستهدف شخص داخل شقة في الجناح والحصيلة كانت شهيد وخمسة جرحة بحسب وزارة الصحة الرئيس ميقاتي الذي يشارك في مؤتمر دعم لبنان في باريس اتصل بقائد الجيش العماد جوزيف عون للاطلاع على تفاصيل استهداف الضابط والعنصرين من الجيش اللبناني الذين استشهدوا في ياطر بنت جبيل عندما كانوا يحاولون إخلاء ومساعدة المدنيين في الإخلاء والإصابات نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية وكان هناك غارة تم استهدافهم بشكل متعمد ما أدى إلى استشهاد الضابط والعنصرين من الجيش اللبناني ونذكر بأن هذا الضابط في الجيش اللبناني له قصة بطولية في العام الماضي في مارس أذار العام الماضي عندما وقف بوجه دورية للجيش الإسرائيلي في منطقة عيت الشعب وحاول ووقف بوجهها ودفعها إلى التراجع بعدما حاولت هذه الدورية وضع الأسلاك الشائكة في ضمن الأراضي اللبنانية كما ذكرت الرئيس ميقاتي الذي يشارك في مؤتمر الدعم في باريز التقى الرئيس الفرنسي إيمانيوال ماكرون بالأمس واليوم التقى جوزيف بوريل وبوريل كان قد تحدث وقال بأن هذا المؤتمر هو مهم لحشد الدعم الاقتصادي والسياسي للبنان وخاصة لمساعدة النازحين فيما يتعلق بالإيواء والصحة والتعليم وأيضا يعول على أن يحمل هذا المؤتمر رسالة سياسية ودعم وتأكيد على وقف إطلاق النار ولو أنه نحن نستطيع أن نقول أن الإسرائيليون بمحل آخر لا يريدون وقف إطلاق النار وسمعنا أصلا تصريحات بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأمس الذي يقول بأنه لا يريد وقف إطلاق النار لأنه هذا سيسمح لحزب الله بالتسلح من جديد وهذا ما لن يسمح به